اشتركوا في القناة وصول سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتشرف الأهالي بالسلام على جلالته معربين عن أصدق التهاني وأطيب التبركات لجلالته بهذا الشهر الفضيل دعينا الله جل وعلا أن يعيد هذه الأيام المباركة على جلالة الملك المعظم بدوام الصحة وموفور العافية والعمر المديد وأن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء لتعزيز نهضة الوطن ومكتسباته وتحقيق تطلعات أبنائه كما رفعوا إلى المقام السامي الكريم لصاحب الجلالة بالغ شكرهم وامتنانهم على تفضل جلالته بالالتقاء بهم وما تحظى به المحافظة الجنوبية وأهليها من اهتمام ورعاية كريمة من جلالته وما تشهده من مشروعات تنموية وتطويرية عديدة في مختلف المجالات بفضل توجيهات جلالته السديدة ورحب حضرة صاحب الجلالة بالجميع وتبادل معهم الحديث الودية والتهانية بهذه المناسبة العطرة شاكرا لهم هذه المشاعر النبيلة منوها رعاه الله بهذه اللقاءات مع أهل البحرين وأبنائها الأوفياء في هذه الليالي المباركة والتي تأتي في إطار عاداتنا الأصيلة للتواصل وتعزيز قيم الترابط الاجتماعي الوثيقة التي يتميز بها المجتمع البحريني منذ القدم وأعرب جلالته عن اعتزازه بعطاء أهالي المحافظة الجنوبية وبمواقفهم الوطنية المشرفة وإسهاماتهم في نهضة البحرين ورعاية مكتسباتها وإنجازاتها الحضارية والتنموية وقال جلالته إن الالتقاء بالمواطنين الكرام من مختلف المناطق نستمد منه عزيمتنا للمضي قدما متكاتفين يدا واحدة لتحقيق كل الأهداف والتطلعات المنشودة لوطننا ومواطنين وأشاد جلالة الملك المعظم بما يجمع أهل البحرين من سمات التواصل وروح المحبة والتآخي وما يتميزون به من عادات وتقاليد أصيلة تعكس الوجه الحضاري المشرق للمملكة مضيفا جلالته بأن أبناء المملكة ولله الحمد يحظون بسمعة طيبة وبمحبة وتقدير واحترام الأشقاء والأصدقاء وأن محبتهم من الجميع تأتي انطلاقا من حضارة البحرين وتاريخها العريق وما تنعم به من قيم التعايش الإنساني واحترام شعبها لكافة الأديان والشعوب والثقافات الأخرى ونوها حفظه الله بما حققته المملكة من إنجازات كثيرة عبر تاريخها بفضل تكاتف أبنائها والعيش المشترك الذي يجمعهم مؤكدا جلالته أن مسيرتنا المباركة تنضي على درب الرقي والتقدم لمستقبل أكثر ازدهارا وريادة لوطننا العزيز شاكرا كل الجهود والمساعي المخلصة والخيرة التي تبذل في سبيل رفعة البحرين وتطورها سائلا جلالته الله تبارك وتعالى يحفظ بلادنا الغالية ويديم على أهلها الخير والأمن والأمان وأن يعم السلام والوئام البشرية جمعاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويتجدد اللقاء في هذه الأيام المباركة حرصا منكم يا صاحب الجلالة على ترسيخ نهج التواصل بين الجميع في وطن الجميع خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم كلمة أهالي المحافظة الجنوبية يلقيها نيابة عنهم الدكتور عبدالله ناصر البفلاسة بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظكم الله ورعاكم أصحاب السمو والمعالي والسعادة حضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لشرف عظيم في هذه الأيام المباركة ونيابة عن جميع أهالي المحافظة الجنوبية أن أقف أمام جلالتكم حفظكم الله ورعاكم لأرفع إلى مقامكم السامي أسمى آيات التهاني والتبركات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على جلالتكم وعلى مملكة البحرين العزيزة بالخير واليمن والبركات سيدي حضرة صاحب الجلالة إن لقاء جلالتكم بأهالي المحافظة الجنوبية شرف عظيم لا يعلوه شرف وتوجيهاتكم السامية وسام فخر واعتزاز ودافع لبذل المزيد من الخدمة والعطاء وإن تشرفنا بلقاء جلالتكم في كل عام من هذا الشهر الفضيل لهو يعكس حرص جلالتكم في التواصل الذي تعلمناه من جلالتكم كنهج راسخ ونبراس مضيء وإن المحافظة الجنوبية بكافة مدنها وقراها وأهليها المخلصين يدينون لجلالتكم بالولاء والإخلاص أدامكم الله ذخراً وسنداً لنا ولهذا الوطن العزيز سيدي حضرة صاحب الجلالة لقد شهدت المحافظة الجنوبية خلال العامين الحالي والمنصرم إنجازاتاً عديدة وتنميةاً مستدامة ونمواً متسارعاً بفضل رؤية جلالتكم أيدكم الله ودعم ومتابعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من خلال إنشاء المشاريع التنموية الكبرى والمرافق الحيوية وتشييد الصروح والمراكز العلمية والصحية والاجتماعية وتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية كما شهدت المحافظة بفضل دعم جلالتكم ثلسلة من المناسبات الدولية والمحافل العالمية التي أقيمت على أرض المحافظة وحظيت بالنجاح الباهر على المستوى التنظيمي والأمني فلقد شهدت المحافظة افتتاح مركز البحرين العالمي للمعارض والمؤتمرات وإقامة جائزة البحرين الكبرى للفورميلة واحد ومعرض البحرين الدولي للطيران بالإضافة إلى العديد من المناسبات الوطنية والاجتماعية والرياضية حيث يأتي ذلك تماشياً ما رؤيت جلالتكم الحكيمة وحرصكم لتحقيق النهضة والنماء على كافة الأصعدة في مملكة البحرين بوجه عام ولمحافظة الجنوبية بوجه خاص سيدي حضرة صاحب الجلالة كما يشرفنا كأهالي المحافظة الجنوبية أن نهنئ جلالتكم بمناسبة الإنجاز التاريخي المستحق لفوز سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالتكم للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في المحافل والسباقات الدولية والرياضية حيث يعتبر فوز سموه مصدر فخر واعتزاز لدى جميع أهالي المحافظة الجنوبية شاكرين ومقدرين دعم جلالتكم اللامحدود وما يحظى به الشباب البحريني من رعاية سامية من لدن جلالتكم الأمر الذي له بالغ الأثر في تحقيق الإنجازات الرفيعة لمملكتنا الغالية سيدي حضرة صاحب الجلالة نؤكِل لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم بدور المحافظة في إبراز مبدأ الشراكة المجتمعية كنهج راسخ وركيزة أساسية ضمن ركائز عمل المحافظة في تلبية احتياجات الأهالي ضمن روح الفريق الواحد مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية وترسيخ دعائم الأمن والسلامة لتحقيق سرعة الاستجابة كما أن المحافظة ساهمت في إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج الأمنية الهادفة وإرساء الثوابت والقيم الوطنية والأمنية ضمن شراكة أمنية ومجتمعية راسخة لتعزيز الأمن ورفع مستوى الوعي والسلامة في مجتمع المحافظة سيدي حضرة صاحب الجلالة ننتهز هذه المناسبة لنؤكِد لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم عن دور المحافظة الجنوبية في توفير أفضل الخدمات لأهالي المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة إذ نشيد بجهود المحافظة الجنوبية في تعزيز نهج التواصل المباشر والميداني والذي يُعد نبراس عمل المحافظة الجنوبية سيدي حضرة صاحب الجلالة إن المحافظة الجنوبية تزخر بالإرث التاريخي والعمق الاستراتيجي والوطني وبمعالمها التاريخية والأثرية إذ تشهد المحافظة الجنوبية إنجازاً يتبع إنجاز في تحقيق التنمية المستدامة والتقدم وإرساء القيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني من خلال دعم المبادرات الوطنية والثقافية والتراثية والتي تعكس الاعتزاز بما تزخر به المحافظة من تاريخ وحضارة وتنمية ضمن رؤية جلالتكم السديدة انطلاقاً من رفاع العز إلى جزر حوار ومن مدينة عيسى إلى مدينة خليفة وإن أهالي المحافظة الجنوبية هم أبناءكم المخلصون وجنودكم البواسل الذين يدينون لجلالتكم بالولاء والإخلاص ونعبر لجلالتكم بعظيم الفخر والاعتزاز لخدمة هذا الوطن العزيز في ظل غيادة جلالتكم الحكيمة وفي الختام يشرفنا يا صاحب الجلالة أن نعبر لجلالتكم عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لهذا اللقاء التاريخي الذي يعد أشرف وأسعد اللحظات سألنا المولى العلي القدير أن يحفظ جلالتكم ويرعاكم ويجعلكم ذخراً وسنداً لمملكة البحرين وشعبها الوفي وأن يعيد عليكم شهر رمضان المبارك أعواماً عديدة وأن يتقبل من جلالتكم ومنا صالح الأعمال ودمتم بعون الله سالمين موفقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم تشرف سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية بتقديم هدية تذكارية إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه كل عام أنتم بخير نحن يعيد عليكم إن شاء الله بخير وبركاته هذا ورفع سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالنيابة عن أهالي المحافظة أسماء يات الشكر والتقدير والامتنان إلى المقام السامي لجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة اللقاء الميمون الذي جمع جلالته بالأهالي مؤكدا أنه من اللحظات التاريخية العامرة بالمشاعر الصادقة للتعبير لمقام جلالته السامي عن خالص الطاعة والولاء والوفاء والإخلاص والسير على نهج الآباء والأجداد في بذل الغالي والنفيس للذود عن تراب الوطن وأضف سموه بأن اللقاء الميمون خير تعبير عن التواصل الذي تعلمناه من جلالته حفظه الله ورعاه ونهج راسخ ونبراس مضيء وسيظل محل عز وإلهام لكل مواطن ومقيم عاش على أرض البحرين الغالية وأعرب سمو المحافظ عن فخره بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المحافظة الجنوبية من خلال إنشاء كبرى المشاريع التنموية وتحقيق المنجزات النوعية في كافة المجالات منوها بأن رؤية جلالته الحكيمة حققت للمحافظة أسباب التطور والنماء والاستدامة في كافة المجالات حتى أضحت أنموذجا في التقدم والريادة مؤكدا بأن أهالي المحافظة يملأهم الأمل بمستقبل واعد بفضل التوجيهات السديدة لجلالته والخدمات التي توفرها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تحقيقا لطموحات وتطلعات الأهالي تحقيقا لطموحات وتطلعات الأهالي